الهجرة غير الشرعية واللاجئون ملفان يؤرقان الحكومة التركية التي فرضت قوانين وأجراءات صارمة لملاحقة المخالفين وتشن السلطات حملة كبيرة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتسوية وضع اللاجئين المخالفين ولا يكاد يخلو يوم من خبر عبر الإعلام الرسمي عن ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلادهم خاصة من الأفغان والسوريين لا يمكن إعادة اللاجئين إن كان في ذلك خطر على حياتهم في بلادهم هذا الأمر قام على مبدأ عدم الإعادة القصرية والتي أقرت عليه اتفاقية عام 1951 في جنيف الخاصة بحقوق اللاجئين وبروتوكول عام 1967 هذا بشكل عام بما يتعلق بموضوع قضايا اللاجئين السوريين فأن التقرير اللجنة الدولية الخاصة بسوريا الصادر العلم المتحدة في أيلول عام 2021 أشار بأن الجغرافية السورية بيأكملها الآن بيئة غير أمنة لعودة اللاجئين السوريين الشارع التركية يشهد حالة تململ من تراجع الوضع الاقتصادي ويتم تعليق ذلك على قضية المهاجرين واللاجئين وهو ما تستثمر به المعارضة التركية للضغط على الحزب الحاكم واستخدام القضية كورقة انتخابية لكسب مزيد من الأصوات قبيل الانتخابات الرئاسية العام القادم نعم لأن هناك ضغطا من المعارضة على الحكومة التركية بسبب وجود اللاجئين الشرعيين والغير شرعيين سواء كانوا سوريين أو أفغان عبر الحدود الإيرانية التركية وبالتالي هناك امتعاد داخلي حقيقي من وجود اللاجئين الغير شرعيين بالإضافة إلى الشرعيين لأن هناك أزمة اقتصادية الموقع الذي تتميز به تركيا ما بين قارتين تحول إلى نقمة بعد اشتعال المناطق المحاذية لها بالحروب وما تلا ذلك من موجة لجوء وهجرة غير مسبوقة سواء لاستقرار في تركيا أو العبور منها إلى الحلم الأوروبي ويعيش هنا أكثر من أربعة ملايين سوري وفي السنة الأخيرة شهدت تركيا موجة هجرة كبيرة من أفغانستان بعد عودة حركة طالبان للسلطة مجددا ما بين الاتبارات الإنسانية والضغوط السياسية والاقتصادية الداخلية تسعى الحكومة التركية لحل أزمة المهاجرين واللاجئين فهي لا تريد خسارة الشارع التركي قبيل الانتخابات وأيضا لا تريد خسارة سمعتها دوليا في التعامل الإنساني مع موجة هجرة ولجوء غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية مهند منصور لمركز أخبار قنوات أبوظبي اسطنبول